سيعمل حسن وهنعمل كمان الجرة اللي فيها غزة معمر بالحمام خد حاجة ما خدش حاجة هعمل بروتين بقى هحط لها بيت دلوقتي معقول دي مفاجأة أما الحمام عمزت حشو الحمام أيوة وحشيت الحمام وفي نفس الوقت حطيت مية وفيها ورقة لورو وشوية حبهان أسقط الحمام مية وفيها شوية حبهان بس بس وصلتني كان فيه بكجرنة ما كانتش فيه بكرنة يحطوا أي أخضار في السلق كبه لا لا ما جاء الفولي كده هتشوفت طالعماد إيه رأيك عندك في الطعم انتش طعمها حكاية مش هادر أقول يبقى بعد ما نقعت وبسيت الرز بس من البلدي وكمان اللقشت البلدي وملح وفلفل ونقعته في اللبن أسيبته ورفعته عن نار لحد ما خرط كده لكني بقى أعمل الرز بلبن بصي ها والحبامة هنا بتسلق والجرة موجودة تمام تمام تعالي بقى أسيب الحمام استوي بعد ما استوي أطلعه ها بياخد سوي هادي بياخد حوالي نصف ساعة تمام أحط فين يا حسني بصي أحمره ماشي أحمره واقف العلاق أحمره كل شيء راكب وهذه الجرة قادل البطاطس بتاعت مقدير البطاطس قدامك ها طبخ نفسه تعالي يا سامي ما قادير صوري وكتبي قاد يهو صانية البطاطس ساعة حسني أحط في الصانية معلقة سامنا بلدي يا اتش صانية ألمونيوم صانية ألمونيوم اهيه يا عبد الرحمن يا حبيبي يا بلدياتي ازاي كاش تحصل احمر مساء الفل يا عم عبد الرحمن مساء النور عليك وعلى جوز الأمين أهلا وسهلا ازاي حضرتك نور الدنيا وانت طيب وانت طيب وحضرتك بالس خير يا رب وحضرتك بالس خير عايز اعمل تهناء الاختة تخرجت من انتجارة انجليزة جامعة المنصور ألف 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 مبروك تفضل يا صاحب الرحمن اسمع ايه اسمع ايه اسمع ايه اسمع اسيا يا أستاذة أسيا ألف 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 مبروك من نساء عبد الرحمن إن شاء الله عبال الدكتوراه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عبال الدكتوراه ومن بردان جامعة بستات واسمع اسيا حلوة قوي والحاج والحاج لصاب الرحمن بروه ربنا يخليوك يا رب ألف ألف مبروك تحت أمر بالتوفيق يا رب كلمنا يا صاحب الرحمن تحت عمرك يا غالي نرسيل حضرتك يا أستاذ عبد الرحمن البطاطس عشان إيه أطلقنا دخلها الصناي بص كده قديها قيمة غزائية بروتين قدي بيضة المفاجئة قدي بيضة مفيش لحمة لميس يعني البديل بروتين يعني ما بتشوفوا المتطلبات الحياة والله ما كان في لحمة ستي غير يوم الخميس ويوم السبت ومكانش في تلاجة مفاجئة دي بص ياه بص كده بموضوع البيت جوه بص كده ويقفل عليه كيبقى بزائية الرز خرط بعد ما نقعته الحمام استوي وحمرته والجرة جاهز هنا الرز دا انت عامله زي طريقتك في الرز بلبن برضو نعه ثلاث ساعات بزابته بص بقى هنا بقى الجرة معلقتين سامنة بقى دي جواها كده حسن اه جواها هدى اللحة كده كده هو كده هو كده هو كده بطانها بطانها شفت الجرة شفتك بقى قبل ما دي طلع على بره ايه تعالى بقى حت حجين لو فيه اخدها اطلحها الحمام اشوف كده اتحمر ولا لا الجنب هو جنب لسا شوية لسا شوية لما تغلي الشربة بتاعت الملخية احط خمس بطل البسيسة كوباية سكر زر الفانيليا نص كوباية زي الدرة ربع كوباية من السامنة البلدي والبسيسة معاك على الهوى وده بقدرها وربع كوباية ايه لبن دي الوقت مبارح واخدناه حتى نهالك النهاردة ايه تاني يا حسن امكس كل ده مع بعضه البيض والسكر واللبن والسامنة والزيت وشوية فانيليا والسكر عندي هنا كوباية دي دورة خد يبالك بقى يا لميس كوبايتين دي دورة أصفر دي دورة أصفر يا حسني كوباية دي دورة أبيض دي دورة أبيض وأصفر وسنة من الملح وسنة بيكينباودر تمام؟ تمام امكس بقى المكسر بتاعي اجيبه هنا الشاق ده امكسه كويس والحمام عندي بياخد التان بتاعه ايوا يعني ماشي مع ايه؟ مع الساحل الحمام بياخد التان ماشي ويدلع وربيع يقول له يعني اخد التان ماخدش تان ربيع واخد التان خالص حلو ورجع هنا عندي التركة بتاع حسن بقى مش بتاع تستي الشربة بتاع الحمام مركزة والرز خارط بتاع الرز المعمر والحمام متحمر ايه الحمام؟ اخد التان؟ لا شوية كمان خدي بالك اهو طيب لو انا حطيته في الجرة في وسط الرز المعمر مش متحمر قوي هيبقى عبيض اه هيبيض لا 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 مش كده هذه الملخية بتغلي هذه بصي بقى التركة يا حسني الشربة لتر من الحمام من خمس كبيات لكبيتين ونص من ايه؟ من الملخية بس الملخية فرزها ليه؟ عشان العرق واللون اه dentro اهد ok اهد Durham